بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بإذن الله راح نتحدث عن animation في jQuery طبعاً animation يعتبر نقطة مهمة animation لابد دراسته في تعمق ما هو animation؟ animation هو عبارة عن functions موجودة في jQuery تقوم على تحريك العناصر الموجودة في HTML طبعاً الأكثرية يستخدمها مثلاً لتكبير الصور، تصغير الصور عملية تحريك للمشاريع مثل سلايد شو والأشياء هذه طبعاً animate رغم أن function هام في jQuery أو الأكثر يستخدم في jQuery عساس هذه الخاصية الموجودة في animate animate طبعاً بحر كبير يحتاج المام تام في javascript عفواً في CSS لأن CSS ستعتبر نقطة مهمة لأن تحريك المشاريع يتم عمل طريق CSS فلذلك CSS يعتبر شيء مهم بالنسبة لنا تعالوا نجي إلى محررنا راح أجر أعمل ديف عفواً ديف راح أسميه مثلاً animation take way طيب طيب راح أعطيه class راح أقول نسميه مثلاً box طيب راح أضع بعض الخصائص style خلونا ننزله type mem type text slash css أغلغ style راح أقول للكلاس اللي هو box نعطي خصائص معينة مثلاً background color راح يكون مثلاً F9 طيب border راح يكون مثلاً خلونا نقول واحد بيكسل solid راح نقول له AD 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 silver comment أيضاً راح نقول بعد إيش راح نقول مثلاً baiting خمسة بيكسل طيب أعتقد بهذا الشكل refresh كما لاحظ هذا الشكل بالنص تعالوا نقول نعطي high width خلونا ننزل الثالي الأسفل خلونا نقول فوق high مثلاً 50 بيكسل 50 بيكسل ورح يقول له width 150 بيكسل عزيزي مثلاً fresh أعتقد بهذا الشكل جميل طيب خلونا نقول text align align center في المنتصف طيب هذا الشكل الصندوق اللي راح أتعامل معه في animate أنا راح أحرك هذا الصندوق بناءً على مثلاً رابط أو أياً كان الشكل راح أتعامل معه راح أجي راح أقول له A طيب من غير رفف مثلاً راح أقول له run run me حركني أو قم تحريكي طيب طيب راح أقول له عند الضغط على A يبدأ في تحريك المشروع اللي هو class books هون لما يضغط run me راح يبدأ في تحريك البوكس اللي في الآلة تنكتب animate أو شيء خلاله نحدد اللي راح نحركه وهو class books تنكتب animate بهذا الشكل animate طيب هذه طريقة كتابتها هي عبارة salim function بهذا الشكل طبعاً نحن نحن نحتوي مجموعة برامترات البرامتر الأول فيها هو عبارة عن خصائص CSS راح تستخدمها ويتستخدم خصائص راح تغير عليها اللي بناء عليها راح يتم التغيير إذن أول برامتر الخصائص ثاني برامتر توقيت أو مدة التحريك هذا المشروع المدة اللي تتم فيه عليه تحريك هذا المشروع راح نأخذ اليوم برامترين ونكمل برامترات الأخرى في دروس قادمة بإذن الله بعد ما نأخذ بعض الأحداث الجديدة وبعض السلكتور الجديد عساس نتعامل مع animate بشكل أفضل تعالوا نجي راح يقول في animate عساس نغير الخصائص احنا عارفين مثلاً أن الوث الخاص فيه بالCSS الأساسي هو 150 بيكسل فلنفرض أبي أبد الوث من 150 بيكسل إذا ما تم الضغط على بوكس طيب يحاوله من 150 إلى 200 مثلاً طيب راح نقول له click function عند الضغط عليه طبعاً عند الضغط على A راح نقول له عند الضغط على A لأننا نحن راح نتعامل مع A عندما يضغط على A يحرك بوكس طيب عندما يضغط على A يروح أي شي يقوم يروح إلى بوكس أساسي يبدع في تحريكه F1 بوكس راح نقول له animate ونبدأ في التحريك راح نقول له في CSS عن طريق الطريقة الثانية نحن استخدمها في CSS CSS اللي يذكرها طريقة GSON طيب لذلك لابد تعرف هذه الطريقة تراجع درس CSS أتوقع إحنا عملنا وجهزنا فيما موضع يعني أتمنى أنك تراجعه راح نضع الخصائص بالداخل طبعا الخصائص تتم بالشكل الافتراضي راح نقول له مثلا وث حول ليه إلى 200 بيكسل فقط تبي تضيف أي خاصية ثانية تضيف الخاصية الثانية خلونا نضيف أيضا high نخليه مثلا مثلا راح نقول high راح يساوي مثلا 70 بيكسل طيب من غير فاصلة من قوضة كل ما تبي تضيف خاصية تضع فاصلة أو ممكن أنك تضعها في سطر واحد بهذا الشكل لكن ما أفضل بسطر واحد يعني بهذا الشكل ما أفضل بهذا الشكل جميل أفضل أنك بغيت تضع CSS تضعهم بكذا سطر عساس يسهل عليك عندما ترجع إليها يسهل عليك التعديل طيب طيب هذا البرامتر الأول لاحظ ما يخلونا نرد سطر واحد لحد الآن نحن في البرامتر الأول اللي هو CSS من هنا إلى علامة الاتكافة التالية هذا برامتر الأول وهو CSS إذن لما يتم الضغط على A البوكس رح يصير على animation حركة الحركة اللي رح تتم هي أنه رح يكون حجمة رح يتحول حجمة من 150 بيكسل إلى 200 بيكسل أيضا رح يروح الـ High يحول من 50 بيكسل إلى 70 بيكسل وممكن نضيف خصائص أخرى كثيرة على راحتك ورح نتحدث عن كفية استخدام الفونكشن داخل CSS مثل Toggle وإنما خلافة طيب رح نقول البرامتر الثاني هو التوقيت أو المدة اللي رح تتم عليها هذه الحركة كم من المدة اللي رح يتوزع على المقاسات عساس يتم تحريك التحريك يعني كيف كم المدة أو ما هو سبب وجود المدة سبب وجود المدة اللي الموجودة في البرامتر الثاني هي القصد منها ليس مدة التحريك أي بمعنى أنه يأخذ الصندوق ويحركها يمين أو يساء لا هي المقصود فيها مدة التحريك ما بين المية وخمسين بكسل إلى ميتين بكسل الآن مية وخمسين بكسل إلى ميتين بكسل محتاجة خمسين بكسل الخمسين بكسل هذي كم تبيها توصل إلى ميتين بكسل احنا رح نقولها في ثانية واحدة حول من المية وخمسين خالها مية وحدة خمسين نفس الأمر إلى 70 بيكسل الفارغ ما بين الـ High هنا 50 بيكسل هنا 70 بيكسل إذن هناك فارغ 20 بيكسل إذن في ثانية واحدة عدلي من الـ 50 إلى الـ 70 يعني في الثانية الواحدة هذه يعني لما أقول ثانية كانني قاعدت ما أصل إلى ما أصل إلى 70 بيكسل بشكل سريع طيب تعالوا دلقي نظرة على الـ Box Refresh هذا الـ Box عندي راح أضغط Run Me راح تلاحظ أن الـ Box بدأ بالتوسع أو كبر بالشكل اللي أنا محتاجه في الثانية الواحدة تحول إلى 200 بيكسل في 70 هاي ارتفاع بهذا الشكل هذا بالنسبة لفكرة التحريك خلوني أزيده مثلا إلى 500 بـ 270 خلال 4 ثواني إذن من الـ 150 إلى الـ 500 بيكسل هذه في 4 ثواني مثلا أبيك اتممها لي وأيضا نفس الأمر إلى الـ High Refresh Click Me لاحظ أنها في 5 ثواني يبدأ في مثل ما نسمي تكبير النص بالنسبة إلى فكرة تشقيله تلقائي عند العمل تزيل الـ Click من أول ما تبدأ راح يبدأ هو في التكبير من أول ما يبدأ الفكرة العامة بس البرامترين اللي موجودين يعتبرون برامترين مهمين أول برامتر هو الخصائص اللي في CSS اللي راح تتم البرامتر الثاني هو برامتر التوقيت هناك برامتر آخر للـ Functions والـ Callback وإلى من خلافه راح تناولهم فيما بعد لما فيهم من أهمية لكن احنا محتاجين قبل لا نخوض فيهم محتاجين إلى عدة أحداث وأيضا إفكتس ما خليناهم راح ندرسهم بإذن الله في المحاضرات الغادية مع أساس أيضا نستخدمها مع الـ Animate ونبدأ في إنشاء مشاريع جميلة في الـ Animate منها راح نعمل سلايد شو وبالإضافة إلى ذلك راح نعمل اللي هو تكبير الصور تكون صغيرة يضغطها تكبر مثل القالري اللي احنا نشوفها يعني طيب طيب أيضا في نفس الوقت راح ندرس عن التولتيب وإنشاء التابات والغوائم بالإضافة إلى ذلك الغوائم منسدلة يعني ورح نتناول كيفية أيضا إنشاء أو التعامل مع النماذج وطبعا في الأخير أخير الدورة طبعا راح ندرس عن الـ Ajax ورح نأخذ دورة عن كيفية التعامل مع Xml في jQuery خلونا بس نرجع للـ Animate هذه فكرة الـ Animate تعتقد سهلة وما فيها أي صعوبة لكن ركز أن نتمر نروحك على البارامترين اللي موجودين فلنفرض نبي نعمل حركة جميلة بعد ما يسوي Animate 4000 مثلا يعطيني Animate آخر يحرك لي جميل رح نضع Position خلونا نحط هذا تحت رح نجي هنا رح نقول Position رح نستخدم Absolute اللي هو حر طبعا ما يعرف Position يتعلم رح نقول لـ Left 2 Pixel مثلا 2 Pixel وأيضا رح نقول مثلا Top 2 Pixel طيب طبعا Top و Left ما تعمل إلا إذا كان Position Absolute أو Fixed طبعا أنا أعمل دورة للـ CSS أنا أتمنى أنك تراجع الـ Positions طيب خلونا نلقي نظرة Refresh هذا الـ Animate عندي طيب بهذا الشكل طبعا نزيل الرابط هذا ما إحنا محتاجينه ما رح أتعامل معه وزيل كليك طيب Already هو أول ما يبدأ العمل الآن رح يعطيني الأشياء اللي عن عملتها كما تلاحظ كما تلاحظ جميل ما نبي نعدل للـ Width ولا للـ High نبي نتعامل مع مثلا الـ Position هو Absolute يعني حر يعني أقدر استخدمها على ما ندخل من عناصر الباقية اللي موجودة في المستنصة هذا معناة الـ Absolute طيب فلنفرض رح نقول أننا بنحركه من اليسار إلى اليمين فترة معينة ونرده من اليمين إلى اليسار بفترة معينة مثلا خلاص نقول له هنا نقول له من Left نقطتين فوق بعض رح نقول له وجهة وجهة إلى اليمين فرح نقول له زائد يساوي ركز على هذه الخطوة زائد يساوي زائد يساوي يعني زيد لي على الـ 2 بيكسل اللي موجودة زائد يساوي معناتها جيب لي المقاس الافتراضي اللي هو الـ Left وضع ليها هنا وزيد لي عليه القيمة اللي أنا رح أضعها هذه معناتها طيب زائد يساوي يعني جيب لي Left بالـ CSS اللي هي 2 بيكسل ضيف عليها رح نقوم مثلا 50 بيكسل طيب هذا بالنسبة إلى زائد يساوي وفيه ناقص يساوي يعني جيب القيمة 2 بيكسل نقص منها 50 بيكسل لكن أنا قاعد أقول زيد لي على الـ Left اللي هو 2 بيكسل بالافتراضي 50 بيكسل أي بمعنى رح يكون ناجد 52 بيكسل تعالوا نلاحظ مع بعض Refresh أول ما يبدأ في العمل قاعد تلاحظ أنه قاعد يزيح الصندوق إلى اليمين هنا لما استخدمت Position Absolute يعني حر ما لا دخل في الوسوم اللي موجودة جميل طيب بعد ما وصل لي إياها إلى أربعة خلو نجيب Animate مرة أخرى رح أقول له Dot حط لي Animate مرة ثانية ناغص 50 بيكسل هذه الطريقة اللي احنا استخدمناها Animate ورى Animate معناتها أن أول Animate رح يتم على الصندوق هو يزيد لي عليه 50 بيكسل بعد ما يزيد لي عليه 50 بيكسل كم رح يكون موجود بعد ما زاد لياه إلى 50 بيكسل طبعا صار 52 بيكسل السبب في ذلك لأن هذا 2 بيكسل وزدنا عليه 50 بيكسل صار 52 بيكسل امتهى هنا انتهى عمل Animate الانميت الثاني لما يكون ملتصق في الانميت الأول فهو قاعد يقول جيب لي Left الخاص بالانميت الأول اللي قمت عليه فلذلك رح يروح يقول هو كان يساوي 52 إذن جيب لي Left اللي موجود عفوا طيب أوكي Left طيب رح يقول له نقص لي من الانميت الأول اللي قمنا عليه إذن هو الانميت الأول صار 52 نقص منه الخمسين بيكسل اللي احنا زدناها بالأساس من الأول فرح يروح يقول نقص الخمسين بيكسل بالانميت الثاني رح يرد ليه مرة ثانية إلى اثنين بيكسل بهذا الشكل تعالوا ناقي نظرة في الفيش يروح إلى يتوجه بهذا الشكل واضح المفروض أنه يرجع مرة أخرى إلى نفس الشكل اللي شهدنا طيب طيب إذن الفكرة الخاصة الانميت أتمنى أن تكون سهلة هذه فكرة من الفكر اللي موجودة ممكن تزيد إلى اثنين بيكسل إلى أكثر من ذلك يعني أساسي أنه يكون أسرع بالذهاب والإياب طبعا فكرة عمل سلايد شو بالأساس هي تعتمد على عدة عنصر موجودة يخفي عنصر يعرضها عن طريق الانميت العنصر الثاني يعرض عن طريق الانميت مع إضافات مثل فات شو توقل سلايد والإضافات الموجودة في الجيكوري لكن نحن رح نتكلم عنها مستقبليا ورح تفهم فكرة عملية السلايد لكن بجد أنت رح تحتاج السي اس اس بشكل ما رح تتوقع في الانميت وتحريك المشاريع أتمنى أن الدرس يكون واضح وما في أي صعوب على الانميت رح نتحدث أيضا عن الانميت مستقبلية يعني بعد كم محاضرة من محاضرات القادمة اللي رح تحدث عن أشياء جديدة مثل افكتس ما أخذنا وإيضا سيلكتور ما أخذنا رح نحاول نقطيهم بشكل مضغوط وننفرهم لك عساس لما ندرس الانميشن مستقبليا يكون سهل بإذن الله إلى هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته